أهلا بكم إلى موضوعنا الأخير لهذا اليوم رصدت عدسة كونات هلا أجواء مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في نهاي دوري أبطال أوروبا في مطعم ذوق آخر في عرعرة وأفاد مراسل كونات هلا أن الأجواء مشوقة جدا في المطاعم بطعم المباراة حيث تحظى هذه المباراة باهتمام كبير من المجتمع العربي المنقسم في التشجيع بين المصري محمد صلاح لعب ليفربول والفرنسي من أصول جزائرية كريم بن زيمة لعب ريال مدريد وكانت المباراة قد انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف دون رد ليصبح في رصيده أربعة عشر لقبا في هذه المسابقة ولينصب نفسه زعيما للقر العجوز للحديث حول أجواء مباراة ريال مدريد وليفربول في مطعم ذوق آخر في عرعرة ينضم إلينا الآن في بث حياة مباشرة من الستوديو الإعلامي بسام جابر مدير مجموعة بنت وصحيفة بانوراما وقناة هلا هل خرجت سعيدا من النتيجة أم أن الحال غير ذلك أهم شيء أنه زوجتي كانت معي وزوجتي كمان حضرت المباراة وإحنا بيت منحب الرياضة تعرف إحنا كمان مربوطين كثير في برشلونا وعشان هيك إحنا إلنا يعني محبة خاصة لأسبانيا أو للفرق الرياضي هناك المباراة كانت ممتازة حسب رأيي ما بنت أقول لك يعني كان أفضل واحد يحضر المباراة في البيت ولكن عندما تحضرها حوالي ألف إنسان بتشعر شعور غير وكانك في الملعب في المدرجة نعم يعني تستذكر في أجواء الملعب الحقيقة لما تكون في محل هيكي برية البيت يعني طيب السؤال هنا المباراة كانت مختلفة عن المباراة السابقة يعني ريال مدريد تخطى تشيلسي وتخطى باريسان جيرمان وتخطى الستي ولكن المباراة كانت مغيرة يعني من ناحية المستوى يعني هل لاحظتم ذلك؟ إحنا بالنسبة لنا كعرب يعني لا إحنا كل متابعتنا كانت وراء اثنين محمد صلاح في ليفربول وكريم بن زيمة في ريال مدريد كل الوقت احنا يعني دائما وكمان بالمحل اللي حضرت في المباراة لما بتوصل الكرة لمحمد صلاح الكل ينجن ويصيح ويكي يبدو شجع ولما توصل لبن زيمة كريم بن زيمة نفس الاشي فهذا اكثر اشي بهمة اعتقد مش بس احنا كمان العالم العربي حوالي 450 مليون انسان كمان هم أو ربما خمس ميليون كمان همهم الكبير كان هذول اللاعبين طيب ولكن اللاعب رقم واحد في الملعبة تعرف من هو كان عارس المرمى كورطوى نعم اعتقد هو يعني صد كورتين ثلاث لأه هو من دول بلجيكي بلجيكي نعم مش كورتين وكان كل الوقت متميز حامل مرمى وهو يا بني وبينك هو يعني طوال من القائم في اللي هو بحرصه كان ممتاز ولكن يعني مهما يكون محمد صلاح ملوش نصيب قدر يفوت قول او اكثر من قول واحد في الملعبة يعني سدد كورتين ثلاثة يعني اللي هو نفسه استغرب كيف كورتوى صد الكورات محمد صلاح مش ماشي الامور معاه منتخب مصر ما قدرش يوصل المنديال ومبارح ما قدرش يفوت قول والله يساعده الوضع اللي هو فيه مع انه هو يعني يعتبر من من النجوم البارزين في عالم كرة القلم في كل العالم يعني هو من الاوائل في كل الكرة الارضية فما زبطتش مع انبارح ولكن كريم بن زيمة كمان يعني احنا بنحبه ومنشجعه على فكرة سألتني انت بحب مين ليبربول ولا ريال مدريد طب كتبت انا بالتيك توك تبع فانيت كتبت هيكي مبارح بالليل قبل المباراة هيكي ايهاي شايفك انت توقعت يعني او مش عارف انه احب اكتر ليبربول محمدصلاح ولا ريال مدريد انت كنت محتارة انا محتارة مش عارف انو احبب اكتر ليبربول محمدصلاح ولا ريال مدريد كريم بن زيمة اشه بحير بسام جابرمضايج هيك كان موقفي وكان رائي على كل حال ليفربول البطولة السادسة وكذلك ريال مدنيد البطولة الرابعة عشرة يعني آخر لقاء كان كابل هذا اللقاء كان وين موجود في كييف في الـ 2018 نعم كان 3-1 ريال 3-1 يعني فازوا في تلك المباراة ليفربول يبحث عن فريق آخر غير ريال يعني الشاكة بدأت تحكي عن ظاهرة قبيحة شفتها في المحل ما كنا حضرنا المباراة كانوا حوالي ألف واحد أو ربما أكثر أنا فكرة بذوق آخر أنا كمان كان لفرصة أروح على أبو يزن صاحب المطعم وأسلم عليه بعد ما خلصت مباراة بس كانت ظاهرة قبيحة أنه قسم من الجمهور اللي كان قاعد هناك ويعني أكله وشربه وقدموا لهم أشياء حلويات قسم من هذا الجمهور ترك المقهى بدون ما يدفع وهيك أنا شفت يعني أنحرجوا القرسونات هناك أنحرجوا وهيكي وصاروا يحكيوا عن موضوع طبعا نحن يعني نحكي عن قسم كليل يعني هل تقدوا أنه كانت المجال مفتوح للناس الحضوري يعني في الدموق قابل؟ كان عدد كبير من الناس الصعب يعني لازم تكون أنت أميم مشان هيك على فكرة أنا لو محلهم من اليوم طالع تعمل إشي من النوع دفع سلف طب على كل حال هذا في ميزان حسناته لأبو يدفع أنا فكرة هاي هاي شوف هاي تشوفونا هذا هذا تصويرنا كمان من مبارح حلو لا؟ أمين جدا يعني هناك ترى ترى كديش حظور ملفت للانتظار يعني خلينا كمان مرة بإذنك أستاذ شاكر يعني أنه يعني أنتقد بشدة أنتقد بشدة يعني قيام البعض بعض قليل أنه ترك المكخى مكخذوك آخر تركه بدون ما يدفع لأكل مثلا أنا كان كل هم أول شيء يدفع لأكل يعني عيب وحرام وكل الأشياء فحبت أثير هاي الملاحظة وأنا جيت لها المقابلة بس مشان أثير هاي الملاحظة أستاذ شاكر ربما هناك نفر قليل يعني نعم نحن نفر قليل أكيد نفر قليل هذا طبعا برضو إحنا ضد النفر القليل إحنا كمان مع أنه نفر قليل إحنا ضد أنه يكون بهذا العمل طبعا كل هون كان الجو احتفالي ونحن نكون ذلك في ميزان حسناته لأبو يازن أوكي بموافقته موافقته موافقته وعلى جد يعني كل احترام هناك محل هائل يعني محل حلو كثير ومميز وكبير وكل احترام سنهتم في المرة القادمة أن نكون هناك إن شاء الله إن شاء الله أنت كنت لي لوني كنت لكن كان جيت معي أنا أنا أخشى أن أشاهد مع الجمهور أنا أريد للريال أن يحوز دكتركيز دكتركيز أنا عندي بين سبوتس في الدار بحضر معظم المباريات وهي قدرت أحضرها في البيت بس أنا فضلت أن أروح أنا وزوجتي وإبني وكنتي ففضلت أن أروح على ذوق آخر وهناك أشوفها وانفعل مع الجمهور منفعل جدا هناك أكيد أكيد هذا في كل مكان يعني على كل حال مبروك لريال مدريد حفظ أوفر لفريق ليفربول شكرا لك الإعلامي بسام جابر شكرا شكرا لك